السؤال الرابع وهو السؤال الأخير في هذه الحلقة هذا السؤال تكرر كثيرا مع أنني تحدثت في موضوعه كثيرا وكثيرا في برامجي السؤال عن التوحيد وعن علاقة محمد وآل محمد بالله سبحانه وتعالى هذا السؤال يردني كثيرا مع أنني تحدثت في هذا الموضوع بنحو مفصل مرارا ومرارا وكرارا وكرارا وأقول للذين يسألون بالنسبة لي لست مسؤولا عما يقوله الآخرون أنا أمثل نفسي فقط ولا أقول من أنني أمثل أسرتي الصغيرة أمثل نفسي فقط ولا يوجد أحد يمثلني ودائما أقول إذا كان كلامي ليس واضحان فألقوا به في المزبلة لا قيمة له كلامي الذي يؤخذ إذا كان هناك من يريد أن يأخذ به هو الواضح البين الصريح الذي يأتي منسجما مع منطق القرآن ومع ما هو ثابت من حديث العترة الطاهرة مع منطق العقل مع مذاقي الوجدان السليم إذا وجدتم شيئا غير هذا فألقوا به في المزبلة إذ أنني ربما كنت في حالة غفلة أو أنني أسأت التعبير أو من الطوارئ والعوارض البشرية التي تعرض لنا وتطرأ علينا مجموعة حلقات أعرف إمامك تحدثت فيها عن التوحيد بشكل مفصل البرامج التي أجيب فيها على أسئلة المشاهدين تحدثت فيها عن التوحيد كثيرا ومع ذلك فإنني سأجيب على الأسئلة هذه بنحو وجيز لا أريد أن أطيل في الكلام سأبدأ من الكتاب الكريم سورة الإخلاص سورة التوحيد الآية الرابعة بعد البسملة وهي آخر آية في سورة الإخلاص وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُواً أَحْدُ هَذِهِ الْآيَةُ تُلَخِّصُ الْكَلَامَ كُلْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحْدُ سُبْحَانَهُ وَهْتَعَالَى لَيْسَ لَهُ مِنْ كُفُواً مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ فَمَادُونَ لَيْسَ لَهُ مِنْ كُفُواً أَحْتَقِدُ أَنَّ الْجَوَابَ وَاضِحٌ لَكِنَّنِي سَأَسْتَمِرُّ فِي الْحَدِيثِ هَذِهِ الْأَهْيَةُ لِوَحْدِهَا تُعْطِينَ الْجَوَابَ كَامِلًا شَامِلًا تَامًا عَامًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحْدُ ليس لله من كفء أتحدث عن محمد وأهل محمد فما دون أتحدث عن الحقيقة المحمدية العظمى فما دون محمد وآل محمد عنوانها حينما نذكرهم إننا نذكرهم بأشخاصهم ونذكر الحقيقة المحمدية في الوقت نفسه لأنهم عنوانها وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ الآية واضحة ولا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان الله ليس له كفء وانتهينا هذا هو التوحيد مهما علت منزلة محمد وآل محمد فما هم بكفء لله سبحانه وتعالى الله هكذا وصفهم في كتابه وصف محمداً وآل محمد في كتابه إنها سورة الروم الآية السابعة والعشرون بعد البسملة وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى المثل الأعلى محمد وآل محمد الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى ولكن ليس له من كفء ولم يكن له كفواً أحد ولكن له المثل الأعلى المثل الأعلى محمد وآل محمد هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذه الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل النخعي قال لإمامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله قولاً أقوله بليغاً كاملاً يريد قولاً بليغاً كاملاً قطعاً البلاغة والكمال بحسبنا البلاغة والكمال بحسبهم عقولنا لا تستطيع أن تتصورها تتصورها وإنما تستطيع عقولنا أن تتصور البلاغة والكمال بحسبنا علمني يا ابن رسول الله قولاً أقوله بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً منكم فعلمه الإمام الهادي الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقول في أوائل عبائرها ونحن نسلم عليهم السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجة وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى هؤلاء هم المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى إذا القرآن بيّن لنا من أن الله ليس له من كفر ولكن له مثل أعلى وفارق كبير بين المثل الأعلى والكفر الله ليس له كفر ولكن له مثل أعلى هذه الآية السابعة والعشرون بعد البسملة من سورة الروم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهذا المثل الأعلى هو عزيز حكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هذا المعنى يتجلى في المثل الأعلى بحسبه مثلما يتجلى في الله بحسبه وفي سورة النحل سورة النحل في الآية الستين بعد البسملة ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم المضمون هو وهو الذي مر في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة من سورة الروم وله المثل الأعلى هنا ولله المثل الأعلى قطعاً حينما التصق حرف الجر فإنه يشير إلى تعدد مقامات هذا المثل الأعلى ففي الآية السابعة والعشرين بعد البسملة من سورة الروم وله المثل الأعلى فهنا حرف الجر دخل على الضمير وله المثل الأعلى الضمير الضمير يتحدث عن تجل من تجليات الله فيهم فالضمير هنا يشير إلى الهوية الغيبية وله المثل الأعلى هنا ولله المثل الأعلى فإن حرف الجر دخل على لفظ الجلالة بنحو مباشر المثل الأعلى فمرتبة التجلي هنا تختلف عن مرتبة التجلي هناك فيما بين الآيتين لكن النتيجة أن الله ليس له كفء وأن الحقيقة المحمدية هي المثل الأعلى في سورة النور جاء تقريب هذا المثل الأعلى بهذه الصورة إنها الآية الخامسة والثلاثون بعد البسملة من سورة النور إنها آية النور والتي لأجلها سميت السورة بسورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم هذه الآية تحشد فيها كل الرموز إنها أعظم الرموز القرآنية وأعظم الأمثلة القرآنية هذا هو المثل الأعلى المثل الأعلى في القرآن بصيغته اللفظية ما جاء في سورة الرومي وسورة النحل من ذكر المثل الأعلى إنه المثل الأعلى تكوينا الإشارة إلى الحقيقة المحمدية لكن المثل المذكور في هذه الآية في آية النور بحدود اللفظ هذا مثل مثل في عالم الألفاظ لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآية فلقد تحدثت عنها كراراً ومراراً في برامج السابقة وإنما أقف عند هذه الجملة من جمل الآية يكاد زيتها يكاد 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 من أفعال المقاربة الآية هنا تشير إلى الحقيقة المحمدية هكذا تقول من أن الحقيقة المحمدية لعلو شأنها ومقامها وكأنها 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 يمكن أن توجد بنفسها يمكن أن توجد بنفسها ولكن ذلك ليس حقيقياً وإنما الآية أرادت أن تعبر عن عظمتي الحقيقة المحمدية فجاءتنا بفعل المقاربة يكاد يعني أن الأمر ليس متحققاً وإنما يكاد يكاد زيتها يضي من عنده ولو لم تمسسه نار فإن الزيت لا يضي إلا إذا مسته النار يكاد زيتها يضي من عند نفسه من عند ذاته لكن ذلك لم يتحقق فإن فعل المقاربة يصرح بهذا المعنى ولذا فإن الحقيقة المحمدية ما هي بكفء لله وإنما هي المثل الأعلى المثل الأعلى مضامين هذا المثل الأعلى تظهر في هذه الآية يكاد زيتها يضي لكن هذا لم يتحقق وإنما أضاء زيتها بعد أن مسته نار الجبروت الإلهي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار إنها نار الجبروت الإلهي وكل الكائنات خاضعة لنارها لسلطتها إنه جبروت الله سبحانه وتعالى يكاد زيتها يضيء هؤلاء هم محمد وآل محمد في سورة الأنبياء في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة وله له سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض السماوات والأرض عنوان للوجود الوجود أوسع من السماوات والأرض ولكن في ثقافة القرآن فإن السماوات والأرض عنوان للوجود كله هذا مصطلح مصطلح قرآني السماوات والأرض يعني الوجود لكننا لكننا إذا أردنا أن نبحث عن سعة دائرة الوجود فإنها أوسع من السماوات والأرض لكن لابد من مصطلح لابد من عنوان السماوات والأرض عنوان للوجود كله للوجود كله للوجود الذي أوجده الله للوجود الذي خلقه الله للوجود الذي أبدعه الله وهو لا ينحصر بالسماوات والأرض لكن القرآن فيه مصطلحات فهذا المصطلح يشير إلى سعة الوجود كله وله من في السماوات والأرض الملائكة الكائنات القادسة ما فوق الملائكة البشر الجن دواب السماوات الكائنات والأمم الكثيرة في هذا الفضاء الواسع التي عبر عنها بدواب السماوات في الكتاب الكريم ما سمعنا عنه وما لم نسمع عنه وله 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 من في السماوات والأرض ومن عنده ومن عنده إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول للمفضل ومن غيرنا ومن عنده لأن هذا التعبير وله من في السماوات والأرض هذا التعبير شامل للملائكة وللكائنات القادسة للكروبيين وغير الكروبيين للبشر وللجن ولكل دواب السماوات إذن من هم هؤلاء الذين عنده ومن عنده هؤلاء هم المثل الأعلى وله من في السماوات والأرض ومن عنده ومن عنده ومن عنده هو هذا الذي نقرأه في دعاء ليلة المبعث إنها الليلة السابعة والعشرون من شهر رجل أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان لأنه كتاب متوفر في بيوتكم كي أسهل عليكم الوصول إلى مصادر هذه النصوص وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ 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 الْأَجَلِ الْأَكْرَمِ هذا هو المثل الأعلى هذه هي الحقيقة المحمدية وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ 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 الْأَجَلِ الْأَكْرَمِ الَّذِي خَلَقْتَهُ مَخْلُوقٌ فَاسْتَقَرَّ فِي ظِلِّكَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْكَ إِلَى غَيْرِكَ ماذا يقول القرآن؟ وله من في السماوات والأرض ومن عنده ومن عنده الذي خلقته فَاسْتَقَرَّ فِي ظِلِّكَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْكَ إِلَى غَيْرِكَ في دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رجب يوم المبعث الدعاء الذي قرأته في ليلة المبعث وهذا في يوم المبعث وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ 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 الْأَجَلِ الْأَكْرَمِ الَّذِي خَلَقْتَهُ فَاسْتَقَرَّ فِي ظِلِّكَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْكَ إِلَى غَيْرِكَ تُلَاحِظُونَ أَنَّ الْمَضَامِينَ القرآنية تَأْتِي مُنْسَجِمَةً تمام الانسجام ومُتَّسِقَةً تمام الاتساق مع كلماتهم في أدعيتهم وزياراتهم فلقد قرأت عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة وقرأت عليكم من أدعية ليلة المبعث ويوم المبعث وخلاصة الكلام فيما جاءنا عن إمام زماننا الحجة بن الحسن إنه دعاء شهر رجب دعاء شهر رجب يُلَخِّصُ كل هذا يُلَخِّصُ كل هذا فماذا نقرأ في هذا الدعاء لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّ الَّتِي تَتَجَلَّى فِيهِمْ من هنا جاء التعبير بالتأنيث لا فرق بينك وبينها لأن الضمير هنا يعود على العبائر المتقدمة فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادٍ لِكَلِمَاتِكَ وَأَرْكَانًا لِتَوْحِيدِكَ وَآيَاتِكَ وَمَقَامَاتِكَ التي لا تعطيل لها في كل مكان هذه الحقيقة المحمدية التي لا تعطيل لها في كل مكان لأنها وجه الله فلا تعطيل لها في كل مكان هي وجه الله الظاهر في كل شيء فَجَعَلْتَهُمْ فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادٍ لِكَلِمَاتِكَ وَأَرْكَانًا لِتَوْحِيدِكَ وَآيَاتِكَ وَمَقَامَاتِكَ التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك إلى أن يقول الدعاء الشريف فَبِهِمْ بِهِمْ مَلَأْتَ سَمَاءَكَ وَأَرْضَكَ حَتَّى ظَهَرَ أَنْلَا إِلَّا 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 إِنْتَ هَأُولَاءِ هُمْ الْمَثَلُ الْأَعْلَى الله ظاهر فيهم لكنهم ما هم بكفء لله لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا هو توحيد الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه حينما أقول هذا هو توحيده توحيده الذي يجب علينا أن نعتقد به أما ما هو توحيده هو فإنني لا أعرفه هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم ومن وحده قبل عنكم نحن لا نأخذ التوحيد إلا منهم ما هو التوحيد التوحيد ما هو الله التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم فقط لا نستطيع أن نأخذها من القرآن إنما نأخذها من القرآن المفسر بتفسير المعصوم إذن هذا هو التوحيد 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 فكرة عن الله نأخذها من المعصوم فقط فنحن لا نستطيع أن ننتج التوحيد من عند عقولنا نحن لا نستطيع أن نستنتج التوحيد من قلوبنا لا يمكننا هذا إذا تصورنا أن الأمر هكذا فهذا أمر شيطاني بتمام معنى الكلمة لأن أو توحيدنا نأخذه من محمد وعلي محمد فقط وفقط وفقط ولا يوجد شيء آخر القرآن واضح آيات واضحة الله ليس له كف الحقيقة المحمدية ما هي بكفء لله الحقيقة المحمدية هي المثل الأعلى هي وجه الله المتجلي في كل مظاهر الوجود الذي أوجده الله نذهب إلى فاصل رواية جميلة جدا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أقرأها عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة الحادية بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثاني والتسعون بعد الخمسمائة إمامنا السجاد يقول إذا قرأ هذه الآية حينما يقرأ إمامنا السجاد هذه الآية وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ماذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله عليه سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه فشكر جل وعز معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره فجعل معرفتهم بالتقصير شكرا كما علم علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا علما منه أن قد وسع العباد فلا يتجاوز ذلك فإن شيئا من خلقه لا يبلغ مدى عبادته من لا مدى له وكيف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا جعل عجزنا عن شكره شكرا وجعل جهلنا بمعرفته معرفة هذا هو ربنا وهذه هي ثقافة دين العترة الطاهرة سبحانه وتعالى جعل عجزنا عن شكره شكرا هم يقولون إن أمر الله عجيب إن أمر الله عجيب نحن لا نشكره نحن عاجزون عن شكره لكنه سبحانه وتعالى يحسب ويعد عجزنا عن شكره شكرا لطفا بنا نحن لا نعرفه نحن نثبته نثبت وجوده ولكننا لا نعرفه جعل عجزنا عن معرفته معرفة ألخص الكلام هناك واجب الوجود لذاته بذاته إنه سبحانه وتعالى إنه واجب الوجود لذاته بذاته وهناك واجب الوجود لذاته بغيره إنها الحقيقة المحمدية الخلق الأول مثل ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة أول ما خلق الله خلق المشيئة خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة فإن المشيئة مخلوقة هي الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية واجبة لذاتها لأن الله خلقها بنفسها خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة هذا المقام للحقيقة المحمدية بعد أن خلقت قبل أن تخلق فليس لها من مقام لأنها ليست موجودة أما مقام الله من أنه واجب الوجود لذاته بذاته فهذا مقام أزلي سرمدي أبدي فهناك واجب الوجود لذاته بذاته الله سبحانه وتعالى إنه الأول بلا أولية والآخر بلا آخرية وهناك وهناك الواجب لذاته بغيره الحقيقة المحمدية بغيره فغير الحقيقة المحمدية هو الله لأنها تتقوم بفيضه ولطفه وهذا يكون لها بعد إيجادها أما نحن الخلق الثاني خلق المشيئة بنفسها الخلق الأول ثم خلق الأشياء بالمشيئة الخلق الثاني فأنا واجب الوجود بعد أن وجدت لا قبل أن أوجد فأنا واجب الوجود لغيري بغيري تلاحظون الفارقة في دقة التعابير الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود لذاته بذاته الحقيقة المحمدية واجب الوجود لذاته بغيره وجودها متقوم بلطف الله بفيض الله نحن واجب الوجود بعد أن وجدنا حينما نوجد سنكون في هذه المنزلة في منزلة واجب الوجود لكننا قبل أن نوجد فنحن عدم لا منزلة لنا نحن واجب الوجود لغيره بغيره لغيره للحقيقة المحمدية بغيره أيضاً الحديث هنا عن الحقيقة المحمدية لأننا خلقنا بها ثم خلق الأشياء بالمشيئة هذه المصطلحات ضعوها دائماً أمام أعيونكم هناك واجب الوجود لذاته بذاته وهناك واجب الوجود لغيره بذاته خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا هو واجب الوجود لذاته بغيره أما نحن واجب الوجود لغيره بغيره أعتقد أن الأمر صار واضحاً وصار بيناً لأننا لن نكون موحدين ما لم نحافظ على المقامات بحيث أن كل مقام نحافظ نحافظ على خصائصه ومميزاته وإلا ستختلط الأمور لنا مقام مقامنا بعد أن وجدنا واجب الوجود لغيره بغيره وللحقي وللحقيقة المحمدية مقام بعد أن وجدت واجب الوجود لذاته بغيره لأن الله خلق المشيئة بنفسها خلق المشيئة له يا أحمد خلقتك لأجلي وخلقت الخلق لأجلك فنحن مقامنا هو هذا واجب الوجود لغيره بغيره بعد أن وجدنا والحقيقة المحمدية مقامها واجب الوجود لذاته بغيره أما مقام المقامات مقام الله سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود لذاته بذاته ومن هنا ليس له كف وإنما له مثل أعلى وهو واجب الوجود لذاته بغيره الكاف الشريف أقرأ عليكم حديثين من الكاف الشريف من الجزء الأول من كتاب التوحيد الكليني هذا الرجل اختار لنا جواهر الكلمات عجيب هذا الكتاب أتحدث عن الكاف عجيب عجيب هذا الكتاب هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران الباب الذي عنوانه باب المعبود إنها الصفحة التاسعة بعد المئة الحديث الأول بسنده بسند الكليني رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حديث وجيز ولطالما ذكرته وشرحته وأنا أتحدث عن التوحيد وعن العبادة من عبد الله بالتوهم فقد كفر هذا هو دين المذهب الطوسي الناس يعبدون الله بالتوهم يتوجهون إلى جهة لا يشخصونها ولو سألوا المراجع الطوسيين لقالوا لهم إنكم قد أحسنتم صنيعة توجهوا في الصلاة إلى جهة مفتوعة هذا هو التوهم التوهم أننا نتوهم من أننا توجهنا إلى الله صلاة الناس أتحدث عن صلاة الشيعة لا شأن لي بغير الشيعة أتحدث عن صلاة الشيعة صلاة الناس صلاة الشيعة ربما أكثر من تسعة وتسعين بالمئة من هذا النوع الإمام يقول من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الإسم والمراد من الإسم هنا الإمام المعصوم ومن عبد الإسم فإن الإسم يطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها ويطلق على الإمام المعصوم بحسبه لأن الحقيقة المحمدية هي اسم الله والإمام المعصوم هو اسم الحقيقة المحمدية والغاية واحد ومن عبد الاسم عبد الحقيقة المحمدية أو عبد الإمام المعصوم ومن عبد الاسم دون المعنى المعنى هو واجب الوجود لذاته بذاته هذا هو المعنى أما واجب الوجود لذاته بغيره فهذا هو الاسم ومن عبد الاسم دون المعنى من عبد المعصومة كي تكون الصورة واضحة ومن عبد المعصومة دون المعنى فقد كفر ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا هذه العبادة العلوية فمن عبد الله بالتوهم فقد كفر هذا هو الذي عليه الناس في عباداتهم في صلاتهم وغير صلاتهم في صلاتهم يقفون للصلاة يتوجهون إلى شيء غير محدد إلى جهة غير محددة يتوهمون أنهم يتوجهون إلى الله وهم يتوجهون إلى ما يتوهمونه وقد يبكون وقد يتفاعلون ولكنهم في الحقيقة يتوجهون إلى ما يتوهمونه فما توهمتموه فهو من خلقكم هكذا قالوا لنا هذا إله أنتم خلقتموه فما توهمتموه فهو من خلقكم من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الإسم عبد الإمام المعصوم دون المعنى فقد كفر ومن عبد الإسم والمعنى فقد أشرك ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا هذه هي الأسماء في الصفحة الرابعة والستين بعد المئة إنه الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ماذا قال الإمام الصادق قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه بها مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه بها اجعل الأسماء واقعة عليه قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا أقرب لكم الفكرة بهذا التوضيح نحن حينما نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة الكعبة حجر هل نتوجه إلى الكعبة بما هي كعبة إننا نحولها حينئذ إلى صنم نحن نتوجه بأجسادنا إلى الله ولكن عبر الكعبة ونتوجه بأرواحنا إلى الله ولكن عبر الإمام المعصوم فهو كعبتنا المعنوية مكة البيت العتيق كعبتنا المادية الإمام المعصوم كعبتنا المعنوية وإلا فإن العبادة ستكون عبادة بالتوهو سجود الملائكة لأبينا آدم الروايات تقول من أنهم اتخذوا آدم قبلة وإلا فإن السجود للنور المحمدي الساطع فيه للمضمون وكل ذلك كان سجودا لله كان سجودا لله فإن آدم كان قبلة مادية ونور المحمدي كان قبلة معنوية والسجود في أصله لله هذا الذي قال للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هل يحل السجود لغير الله قال لا قال كيف كان السجود لآدم كيف سجدت الملائكة لآدم قال إن السجود لآدم كان بأمر الله وما كان بأمر الله فهو لله فآدم كان قبلة كما تقول الروايات كان قبلة كان قبلة مادية مضمون آدم النور المحمدي الساطع فيه كان قبلة معنوية والملائكة سجدوا لله عبر توجههم للقبلة المادية إنها أبونا آدم وللقبلة المعنوية إنه النور المحمدي الأعظم تلك هي قصة الخلافة وحينما رفض إبليس السجود لأبينا آدم واقترح على الله أن يسجد له سجودا لا مثيل له لعنه الله وطرد وقال له يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث أنت تريد الله هو الذي يريد العبادة بهذه الطريقة كل النصوص تقول هذا فمن عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الإسم دون المعنى فقد كفر ومن عبد الإسم والمعنى فقد أشرك ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه فتلك عبادة أصحاب أمير المؤمنين حقا تلك هي العبادة العلوية كيف يتحقق هذا المعنى بهذا التقريب الذي بينته لكم حينما نتوجه بأجسادنا إلى الكعبة إذا كنا نتوجه إلى الكعبة بما هي كعبة هذه عبادة أصنام عبادة أحجار إننا نتوجه بأجسادنا إلى الله ولكن بالتوجه إلى الكعبة ونتوجه بأرواحنا إلى الله لا نستطيع أن نتواصل مع الله بنحو مباشر لو كنا نستطيع أن نتواصل مع الله بنحو مباشر لم احتجنا إلى الأنبياء والأوصياء والأئمة والأولياء لم احتجنا إلى الكتب والملائكة والوحي لكنا نأخذ الأمر بنحو مباشر من الله نحن لا نستطيع أن نتواصل مع الله بنحو مباشر إنما عبر وجهه وهذا هو الذي نقرأه في دعاء الندبة الشريف ونحن نخاطب إمام زماننا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في جميع الحالات في يقضتنا ونومنا في صلاتنا وصومنا في حياتنا وموتنا في عباداتنا ومعاملاتنا في كل شيء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ولكن بهذه الضوابط التي بيّنتها وبهذا الفهم الصحيح للتوحيد هذا هو التوحيد الأصيل المأخوذ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذا هو الذي أعتقده الآخرون يشرحون كلامي بحسب ما هم يعتقدون تلك مشكلته أنا لا أمثل جهة وكما قلت قبل قليل لا أمثل أسرتي الصغيرة أنا أمثل نفسي فقط أمثل نفسي بنفسي لا يمثلني أحد ولا يشرح كلامي أحد أنا أشرح كلامي بنفسي إذا كان كلامي ليس واضحا ليس مفهوما أسأت التعبير أسأت البيان فألقوا به في المزبل لا قيمة له إذا كان كلامي واضحا ومنضبطا بضوابط القرآن ومنطق العترة الطاهرة فهذا هو الذي أتبنى